معايا فراخ مشوية النهاردة معايا جوز فراخ صغيرين الواحدة اللي تتعدى 700 جرام انتوا ممكن تعمله واحدة بس هنبدأ طبعا نشتغل مع بعض الفراخ المشوية على طريقتي مقادرها على الشاشة جوز فراخ فرختين فرخة عشرة ربنا يزيدك يا رب معنا زعتر معنا لمون معنا طماطم شيري معنا شوية بوارات من الملح والفلفل والبصل والتوب وكعبين من الزبدة وشوية حب الحب ده موجود في المطبخ ده لازم يكون موجود وهو ده الأساس وهي ده المقادير اللي مش هتلاقيه عند العطار ايه يا عمشي في الحب انك تخوني داخل المطبخ حبة انك تعزمي قريبك وصحابك وصحاب صحابك والعيلة واصحاب العيلة نبدأ نسن السكينة بتاعتنا والسكينة والمستحد اه مش لعبة اي احد حالوا الكلام تعالوا مع بعض ناخد الجوز الفراخ نقطحهم كده ونتبه لهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم في راق صغيرة بتتغسل وهي سليمة بنشيل السلسلة بتاعتها بناخد السلسلة دي عم الشيف بنعمل بقى شوية شرب حلوين بنعمل عنهم شوية ملوخية شوية بامية صانية بطاطس ثاني يوم ما لازم من وراء العزومة دي نقعد يومين منخشش المطبخ يعني عن عامة دي المدام لما بنعمل عزومة في البيت بتفرح قوي تقول لك ما بسدق ليه يا ستة الكل تقول لك هاعد ثلاث يوم مطبخش ناكل من الاكل ده ده مش عيب نعمل اعادة هيكلة له العظم ده هحطه هنا دي عظم الفرخ او اللحمة اللي بتعمليها في رخف التلاجة هتبع بعد كده ممكن نعملها نجريسكو شوية شرب حلوين زي اللي معايا النهاردة ممكن نعمل عنهم شوية ملوخية حلوين او صانية بطاطس حلوة شفتي السكينة كده ايه في التفتيحة دي موما جاد نفس القصة هنا اللي ما خادش باله من الاولى ياخد باله بالتانية صلى على الحبيب قلبك يتيب يلازم السكينة تبشي كده هي عارفة ماشية فين ايه السلة دي نشيلها وناخدها كده نرفحها بالراحة نرميها في قلب الشربة تديني شوية شربة دا سمة ايه حلة فيها بصل توم سماء الحلة دي سماء حلة البركة حلة العيلة فيها كل حاجة حلوة قعد حبهان شوية حبهان حلوين ورق لاورة وماشي عدمي من عند الجزار صديقي العيلة يا حج كل صوت طيب تديني عدمتين حلوين مصورتين تاخدوهم تغليهم على النار طبعا المطبخ والعيلة واكلة امي اللي كان فيه مكسبات طعم ولا الحاجات اللي احنا مش عارفين ايه مصدرها وايه مكوناتها كلام دا كله كنا بنشوفه الفراخة قطعت زي الفل والبنانشة معاي نضيفة زي الفل وتعالوا نعمل التدبيلة الجريئة حلوة بجيب بولة صغيرة كده بسم الله الرحمن الرحيم باخد شوية تدبيلة حلوة كده فلفلة متقطعة ناعم بحط على الفلفلة دي عم نشيف معلقة فلفلة حلوة او هريسة حلوة فص التوم احترم كده نايد بلاش التوم البودر يا اختي ربنا يا كريمك لمون متقطع بارح بتجيب الخضار لديت اللمون الصغار الحلو ده كده اللي على الشاشة اللي حضراتكم شايفينه من خير ارضنا وزعتر بر حلو طعم حلو في المشويات على فكرة حلو اهو شوية بقدونس حلوين تدبيلة حلوة كده مميزة نقلب دول كلهم مع بعض مع عصير اللمون ده عصير اللمون زي الفل يسلم ايدك عم نشيف بتركها بقى بتاعت المغازي معلات طحينة صغيرة انا فاكك التحينة دي مميه عشان هعملها للشاورمة دي معلات طحينة بتتحط على النار بنحط عليها مية سخنة بنقلبها بنحط لها شوية خل عصير اللمون زيت وموجودة عندي هعمل بقى سندوشات الشاورمة حلوة الكلام التوابل بتاعتي ملح وفلفل اكتبي وراي بقى التدبيلة دي عشان تدبيلة دي مش هتلاقيها خلط دي تدبيلة رمضانية في داخل ما شوية على طريقة الشيف المغازي مع لات طحينة مع عصير اللمون مع زيت زيتون مع بابريكا مع ملح وفلفل شوية زعتر بري اه هاعلو الكلام زي الفل ونقلب دول كلهم مع بعض والطاسة شديدة الحرارة معي سخناها في الفرن بقى تسخناها على عين البوتجاز زي ما انت حب اه الخلطة دي نخليها زي مية كده اه بسم الله الرحمن الرحيم هعمل ايه عم الشيف دي عايزة زيت هاخد السائل اللي نزل من التدبيلة دي نتيجة الاختلاط المقدير دي كلها مع بعضيها عصير اللمون والفلفل والتوابل هاخد السائل ده كله هغلف به الفراخ اه شفت الحركة دي بقى عبص كده ورصها كده العزومة قامت الخلطة دي يا مغازي الطحينة وزيت الزيتون وعصير اللمون يا ابن الحلل دخلت جوه انسجة الفراخ ناخدها زمية كده الله مصلى عني وهنا الله وهنا الله وهنا الله وهنا الله وهنا الله حلو الكلام والرجع التاني كل حاجة مكانها ده المطلخ اللي تقول ان احنا ليه بالاش بكرا حلو الكلام عشان اجليه فام صح ليه تكون محضرة نفسك حلو الكلام اهدي الفراخ على النار اتخذت الصدمة النارية بعدين بدخلها الفرن واخلص منها اشيلها من قدام عينيه حلو نخش على اللي بعده اللي بعده شوية رز بسمتي والرز على الصفرة في رمضان بالنسبة لي انا احمد المغازي مهم جدا ما عرفش افطر من غير رز للامانة والله هنمسك الفراخ دي كده ننقلبها ايه الاخبار اه طبعا نتعدك البتجاز بقى عينيه شديدة شوية شوفتي اندخلها الفرن دلوقتي ونسيبها تستوب راحتها بالشكل ده كده على عين البتجاز ناخد الخلطة كده اللي عطاها دي تخش جوه الفرخة بالشكل ده كده مخرجنا الجميل فرسان التليبزيون المصري اسات زيت المصورين يلا بينا على الفرن الله طبعا اخواتي وحبايبي هو انا من غيركم ولا حاجة اه شوفت التدبيلة دي اه زي ما هي كده هتخش الفرن حال تمام سهلة والله يا شيء ده انا بخش قاعد ساعتين خالص خلصت الفراخ اه تدبيلة محدش عملها غيرك السر فيها والتفاصيل فيها معلات الطعينة مع معلات الفلفل الحلوة هندخلها الفرن بص عليها كده وادحها اه فراخ ما شوية بسطة السهولة مرونة حسب عدد افراد العسرة الكمية عشان محدش يقولي يشيف مغازي ليه عمل الكمية الكبيرة دي كده كل سنة ونطيبين هنخش على الشوية الرز اللي هعملهم دلوقت رز بسمتي بالزعفران حل على النار حالو الكلام ومعايا الرز البسمتي مخرج بيدور عليه اهو حبيب قلبي حالو الكلام بحط مكعب زبدة حبيب قلبي اهو مكعب زبدة لو هتطلق الزعفران في قلب الرز معلات زيت زيتون حلوة او زيت عادي الرز على طول بعد القصة دي اللي هعمل مشيف عشان ياخد وقته يستوي اه مكعب زبدة صغير كده منحط مع مكعب الزبدة ده بصلايا نعمة الله ما صلى عندي واستنى على البصلايا كده هتديني لون وهي بتتحمر ادى اللحة شوية البهارات الحلوين ما تحطيش بهارات تغيرلك من لون الرز لانا معانا الزعفران هنا هو سيد الباكر اه ده فلفل شوية حبهان حلوين انا بحب الرز واخد طعم الحبهان عندنا بوكي جرنية على النار بيغلي حاطت فيه عدم الفراخ مصرتين اللحمة من عند الجزار واستنى على الزبدة كده لما تديني الطعم والحلوة اخد الرز للبسمات الجميل ادوره في الخلطة دي اللهم صلى عننا بي اهو ينفع رز مصري ينفع بس يعني انا قلت رز بالزعفران حاجة عزومة يعني اه اه الله مصلى على نقلب دول كده مع بعض دورنا الرز بالتوابل والبهارات اسيبه يتشمع على النار ويشرب الزبدة ويشرب السمنة ويشرب البهارات ويشرب طعم البصلة كل ده بعد الاخر عندي حلة بتغلى على النار صديقة العيلة حلة البركة فيها بصل فيها جزر فيها كرفس فيها توم فيها حبهان ورق لورو عضم الفراخ حلو الكلام والله يتمركز او باشا الله عليك والله اقول الدنيا سيام واللي يتم حطيتش حطيت كل حاجة معادة الملح الملح هنحطه حالا دلوقت بعد ما ننزل بالشربة بتاعتنا الله عليك يا مخرج يا جميل اه اوعا هناخد الشربة بتاعتنا خلص الروز من الشربة اللي بتغلى عندك على النار مش عايزة تكلف حالك يطلع الشربة اللي في التلاجة مش لعدكيش لده ولا ده مية عادية خادص يعني مش هقول لا كمان شوية شكرا نقلب الرز خلص الرز نزمة الملح بتاعنا اه شوفي طعم الزبدة فوه مع البصلاية مع البهارات اه حال زبط الملح في رمضان صعب شوية مع ست البيت مع الست العظيمة ست الكل ليه عمشي في الدنيا سيام خلي دايما بقى ايه انت في الامان خلي بالسالب يعني بالسالب نظرية رياضية نقدر نعالج السالب على السفرة ولكن ما نقدرش نعالج الموجة بعد السفرة يعني الملح لو قليل اللي هو علاج طب الملح كتير وحنا عدد بنفطر هنقوموا متضايقين بقى وخلاص والحمد لله ده أنا ما بفطرش لا لا بفطر قليل بس كده علشان انتوا عارفين اعرف اصلي جو ده كله بنسمعه كده الرزه خلاص نغطيه عاجبني اوي شكل الرز ميته نشفت اللي هي الشربة حل بحط معلقة سمنة حلوة او مكعب زبدة كده ام الله يرحمها علميتني الطريقة دي بتحط معلقة سمنة بالدي حلوة بتحط معلقة زبدة حلوة معايز زعفران الحلو بحطه هنا كده بالطريقة دي كده وبحط عليه عمي شيف ايه ده ايه الصورة الحالوة دي الصورة بتتكلم مصري شوية زيت بس خلاص ونرفع ده كده ونغطيه خلصنا من الرز نغرف الرز مع بعض يلا الرز دي عمي شيف والسنبوسة في النار بتستوي اه قد الرز جاهز معلقة السمنة عامل عميلها اللهم صلى عنا بقاها شوية رز حكاية معاملين بشربة الفراخ ايه الاخبار بالزعفران بالزعفران اه شايف اللون ده كده تم تعمل اي بقى تركاية حلوة كده واحنا مع بعض صلى على الحبيب قلبك يتيب ده ايش صاج بما ان احنا عاملين فراخمة شوية اه خبز الشراك لما ان احنا عاملين فراخمة شوية خبز البر دي المسميات بتاعتنا عشان اللي بيتابعوني يعني اه ده الرز البسمتي ينزل على عيش كده سبعين و السودة كده اه 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 الله اه اه اللي هي الرز فوقيها يعني من الاخر اه اشيل دول من هنا مش بهزر الكلام ده جربو مش بيقولك من الجور الساعد بيسعد لقمة تحت فراخمة شوية تحت سيخ كفتة مشوي اه دي تكمل سواب والصلاة على النبي كده بعد ما نخنص اه بس هي خادة الشاك اللي ممكن تحطاها على الصفرة كده اه حلوة اول تسلم ايدك يا مو غازي اه اقولك على بات ركاية حلوة العشدة كده بتاخدي الفراخ دي حطها كده بتعملي العشدة كده اعملي بقى ازا شغل المطاعم بقى وري الجوزك بقى نكتة لما بتخرجي بره بتتعلمي حاجة اه شفت اللقمة دي؟ ايه اللقمة دي اللي بدور عليها اه شفت اللقمة دي؟ اه 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 دي فراخمة شوية اه الله اوه دي فراخمة شوية على طائلة المغازمة